في نظرة سريعة على المواقف والتصريحات السعودية في قضية جمال خاشقجي تظهر حقيقة لا تقبل الجدل روايات الرياض بدلا من أن تقدم الإضاحات تثير الكثير من التساؤلات حول صدقيتها فبعد الصمت الرسمي في البداية ثم تأكيد خروج خاشقجي من مبنى القنصلية ونفي قتله داخلها تحولت الرياض تحت الضغط الدولي من موقف إنكار القتل إلى الإقرار به لكن عن طريق الخطأ أول رواية رسمية جاءت عبر بيان للنائب العام السعودي مفاده أن المناقشات بين خاشقجي والأشخاص الذين قبلوه أثناء وجوده في القنصلية أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته من دون الإفساح عن مكان جثة خاشقجي هذه الرواية نقطتها تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي قال إن السعوديين لا يعرفون كيف قتل خاشقجي أو أين جثته مشيرا إلى أن السعوديين الخمسة عشر لم يكونوا جميعهم في القنصلية واعتبر الجبير أن قتل الصحفي السعودي خطأ جسيم بين تصريحات الجبير وبيان النائب العام خرجت رواية مناقضة كشفها مسؤول سعودي لوكالة رويترز تفيد بأن فريقا من خمسة عشر شخصا شكله نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري ذهب إلى إسطنبول لإقناع خاشقجي بالعودة إلى بلاده لكن الأخير رفض ذلك فهدده أحد أفراد الفريق واسمه ماهر متريب بالخطف وحين رفع الصحفي السعودي صوته أصيب الفريق بذعر بحسب المسؤول وحاولوا أن يسكتوه ثم تحول الأمر إلى عراك بينهم ما دفعهم إلى تقييد حركته وكتمي نفسه ثم مات خاشقجي من دون أن تكون هناك نية لقتله وفق المصدر نفسه في محاولة لإظهار أن خاشقجي خرج من المبنى ارتدى أحد أفراد الفريق المدعو مصطفى المدني ملابس خاشقجي ونظرته وساعته الأبل وغادر من الباب الخلفي للقنصلية وبحسب رواية المسؤول السعودي قام الفريق بلف جثة خاشقجي بسجادة وأخرجوها في سيارة تابعة للقنصلية وسلموها لمتعاون محلي للتخلص منها فيما تولى خبير الأدلة الجنائية والطب الشرعي صلاح أطبيقي إزالة آثار الحادث ترجمة نانسي قنقر